موسيقى ازايكم يا اصحابي في قصة جيدة في اخر تحديث لتوكا بوكا بس يا اصحابي 90% منكم ما بيشتركوش في القناة او حتى يفعلوا زرار الجرس فيا اصحابي روحوا اشتركوا في القناة وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات ساكدفوني الجميلة والحلوة ويلا بقى عشان نبدأ الحلقة بتاعتنا يا عمو ممكن تدينا اكل او حتى تدينا الفلوس نروح نشتري ايه اكل اكل ايه ابعدوا عني ايه الاطفال المشردين دول ابعد عني ابعدوا ايه القرف ده ايه ده ايف ايه الريحة المقرفة دي ابعد عني خليني عندي انت هتفضل واقف كده كتير ولا ايه ابعد عني لزقك لا مش هبعد عني ايه اللي انت واقف علي ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده اوعى انت شكلك حرامي انت شكلك حرامي ولا حرامي ولا حاجة هناخدتها عشان نحن نبيع ونكسب فلوس نحن نشتري بيها حاجة ناكلها يلا روح روح انتوا اطفال مششردين وبعدين بقى انا مش هاخد البتاع بتاعي ولا ايه لا انا بقول لك هات الاسكيتبورد بتاعي هاتو هاتو وبعدين بقى وانا حبت عيال مش هارف اخد منهم الاسكيتبورد بتاعي بقول لك ايه عم انت احنا جعنين يا عم تدينا فلوس يا عم تدينا اكل يا عم انا اخد البتاع اللي انت قد تراكب عليها دي اه 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 انا جعان انا جعان وانا كمان وانا مالي جعانين ولا لا اه اوعوا خلينا عدي شوية عيال مشردين صحيح في الشارع خلاص ما فيش البتاع اللي انت قد تراكب عليها دي يلا روح ايه ده ايه ده فيه ايه فيه ايه ملكم يا اطفال ابعدي عنهم ابعدي عنهم دول شوية عيال مشردين في الشارع انت مش هم مرحتهم ده اخدوا السكيتبورد بتاعي تشكلهم حرمية بس ما تقولش كده دول مهما كان لسه اطفال وممكن يكونوا اخواتك او حتى اولادك ما تقولش عليهم كده ايه اخواتي او اولادي حد السكيتبورد بتاعي خلينا امشي يا شاطر ادي له السكيتبورد بتاعه وانا هجيب لكم كل اللي انتوا عايزينه ايه ده بجد ماشي خد السكيتبورد بتاعك يا عم انت مش عايزينه خلاص ايوه كده امشوا بقى خليني امشي من قدامكم انا مش عايز اشوفكم تاني انتوا مين يا ولاد وعايشين فين وبتعملوا ايه في الشارع احنا عايشين في المغزن ده ومعدناش اهالي ليه فين اهلكو ما نعرفش ياه طيب طيب ممكن تيجوا معايا نيجي معاكي فين لحسن الحظ ان انا بعمل بيت سوير للاطفال اللي زيكو اللي معندهمش اهل وكمان هرعيهم وهدلهم كل حاجة لان انا كمان ما عنديش اهل ايه رأيكو تيجوا معايا وانصير عيلا كبيرة ايه ده بجد احنا مفقين ماشي ماشي وكمان هجيبلكو اكل وهجيبلكو الدوم وكل الحاجات اللي انتوا عايزينها كل حاجة كل حاجة ايوه طبعا كل حاجة تعالوا معايا ومش هتخسروا حاجة ماشي ايه ده ده بيت الله ده احنا هنعيش في بيت اخيرا احنا هنعيش في بيت ياولاد هنعيش في بيت ايوه يا عمر هنعيش في بيت اخيرا طبعا ياولاد من هنا ورايح هنكون كلنا اهل وهنامل مع بعض كل حاجة انا كل الفلوس اللي كانت معايا عملت بيها البيت ده عشان اجيب فيها الاطفال اللي زيكو اللي محتاجين حاجة زي كده وكلنا نعيش مع بعض في امان وسعادة ايه رأيوكو في الفكرة دي حلوة جدا هيه هيه يلا ياولاد اللي بيستحموا الحلوين في احوض اللي يستحماهم يا سلام هحطلكو بقى كمان شامبو هيه هتحط لنا الشامبو هتحط لنا شامبو شوفوا بقى رحته جميلة ازاي وكمان عشان تخسروا شعركو شوفوا بقى رحته جميلة ايه 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 هيه ايه 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 يلا بقى انا كده غيرتلك لحفاضة يلا يامننا تعالي هنا يا سلام يا سلام أخيرا هبقى نظيفة أيوة طبعا وعيكون رحتك حلوة جدا كمان ودلوقتي هلبسك فستانيا مننا كمان هيا الله يلا يا أولاد أنتوا كده استحميتوا وغيرتوا الحفاظات تعالوا بقى واحد واحد عشان أحطلكوا البودر اللي رحتها جميلة وكمان تلبسوا اللبس الجديد هيا هيا أخيرا هنلبس دوم يلا لبعده يا سلام ايه اللبس الجميل ده أولادي بقى شكلهم نضاف وحلوين يا سلام يلا يا منا انت كمان ألا أنا بقى هلبسه هتشوفي دلوقتي هلبسك فستان شكله جميل قوي ايه رأيك بقى في الفراولايا دي الله شكلها حلوة أمي يلا آخر واحد بقى عشان تكونوا كلكم لبستوا لبسة حلوة جميل عشان دلوقتي هروح أعمل لكم الأكل الحلو هيا هيا يلا بقى عشان كل واحد فيكو ياخد اللبن بتاعه وينام على طول ايه أنا عايزة نام ماشي يا حبيبتي كلكم هتناموا دلوقتي بس يلا عشان تاكلوا الأول ياه دول نامو هم بيشربوا اللبن حتى مكملوش أكلهم قد ايه الأولاد دول صعبانين علي جدا بس خلاص من هنا ورايح هنبقى مع بعض على طول ومش هسيبهم أبدا أبدا يلا ناموا ياولاد تصبحوا على خير بكرا ان شاء الله قدامكم يوم حافل جدا صباح الخير ياولاد صباح النور يلا دلوقتي يوم جديد وهنبدأ يومنا ان احنا نتعرف على ايه بيه سي انا عارفة ان مفيش حد فيكو لسه يعرفها يلا انا هقول وانتوا قولوا ورايا ايه ايه بي بي سي سي دي دي خلاص كفاية كده بقى النهاردة انا مش عايز ارحبكم كثير في اول درس كده وبكرا هتكتبوهم ان شاء الله بس دلوقتي معادل انشطة عندنا الوان وعندنا كمان سلايم اللي عايز يلون واللي عايز يلعب بسلايم يقول دلوقتي انا سلايم انا سلايم انا الوان انا سلايم انا سلايم انا الوان خلاص خلاص من الواضح ان انتو فيه حد عايز يلعب بالالوان وحد عايز يلعب بالسلايم انا هطلع لكم الاتنين وانتوا شوفوا مين هيلعب ده ومين هيلعب ده وانا هتفرج عليكم اتفقنا؟ اتفقنا يلا هنبدأ الاول بالالوان مين عايز الوان؟ انا 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 طيب طيب يلا خدوا ودلوقتي بقى يلا اللي عايز سليم عشان ياخدوا استنوا هجيب لكم علبة سليم قدينا طلعنا كل حاجات السليم استنوا بقى لما حط البوكس وبعد كده اجيلكوا عشان عمل لكم سليم بتاعكم ها مين عايز سليم بينك؟ انا انا يلا اتفضلي ومين عايز السليم الازرق؟ انا انا طيب وبعدين في باقي سليم كمان عندنا لونه اخدر ها مين عايز اللون الاخدر؟ انا انا خدي اللون الاخدر اهو وبعد كده هنعمل بقى سليم كمان عشان السليم الجاهز اللي عندنا خلص استنوا عشان اوروه لكم بيتعمل ازاي؟ وبعدين تحطوه هنا في الكوباية مين عايز يجرب يصنع سليم بايده؟ انا انا طيب يلا وريني هتعمليه ازاي؟ هجيب الغراء واللون وحطهم مع بعض هتطلع لي سليم يا سلام وطلع كمان سليم لونه ازرق وجميل يلا بقى اخدي الكوبايتين بتوعك وروح يلعبي عادي معاك سليم ازرق وسليم بينك هاي هاي بقى معي اتنين سليم واللي عايز يصنع سليم تاني يبقى ييجي ويصنع ياولاد ماشي ايه ده يا نور انت حطتي السليم على وشك ده بيتلعب بيه في الايد ايوة يلا وريني هتعملي بيه شكل حلو ازاي؟ ماشي يا سلام يا سلام على الاشكال الجميلة ايه رأيك في الشكل ده؟ حلو جدا وانت يا محمد وريني الشكل بتاعك ماشي انا عمالت شبح يا سلام يا سلام محمد عملنا شبح اهههههه كلكم عملت حاجات جميلة اوي اولاد سواء بالالوان او السلايم ha مين عايز يوريني حاجة كمان؟ انا انا واللي كان بيلون عمل ايه وريني رسمته ايه؟ انا رسمت وردة وانا كمان وانا رأس انتشاكل فيروس كورونا يا سلام يا سلام كلكم شاطرين عشان كده انا هدي لكل واحد فيكو لعبة هاااااااااااااااااااااااااا عايزة تلعبي بالفراشة يا مانة ايوة وانت عايزة تلعبي بالوردة بالتاعتي ايوة ماشي يلا نتبادل يا سلام يا سلام ولادي كلهم عندهم روح التعاون وهو ده المفروض اللي يصل ما بينكو يا أولاد أنا هربيكو على كده لازم كلكو تكون متعاونين واللي في إيديكو لازم تبدلو مع بعض فاهمين يا أولاد؟ فاهمين هيا يا أحمد خلاص عرفت إزاي تكتب حرفي لإيه كده؟ أيوة أيوة طيب خلاص يا أولاد عايزين تتفرجوا على التلفزيون كمان؟ ولا يلا عشان نروح غرفة الألعاب؟ يلا نروح غرفة الألعاب يلا يلا كلكو قوموا تعالي يلا يا جوانا نروح نلعب في الزحراء أشوية مشي يلا بينا خلينا ندخل كده جوغة الباب نشوف في إيه مشي يلا أنا عادة للإستخابة جوه طيب يلا يلا طلع عشان نتزحلق على الزحراء طيب استنيني استنيك يلا يا سلام يا سلام الزحراء كده حلوة قوي يا عمر أيوة كده حلوة قوي يلا يحمد هتلعب بالإكسلي فون سمعني صوته ماشي يا ميس نور اللا ده صوت جميل عوي بص يا ميس نورة بص يا ميس نورة واحنا عاديين بدا تنطط يا سلام يا سلام على أولاد الحلوين وهم بيتنططوا يلا إلعبوا وعملوا اللي انتوا عايزينه عشان وقت النوم خلاص قرب ثانية واحدة يا أولاد أنا جالي تليفون ألو أيوة مين معايا ألو معاكي مسؤول من الوزارة يا فندم حضرتك صاحبة ملجأ الأطفال اليتامة أيوة أنا ميس نورة اتفضل حضرتك نعم لو سمحتي أحنا عرفنا أن ملجأ الأطفال اليتامة بتاعك حقق أكبر نسبة هيلة جدا للأطفال واستجابهم للألعاب وكمان للدراسة والتحصيل على أساسه هنكرمك بكرا إن شاء الله لأن انت تستحق بعد اللي انت عملتيه يا سلام يا فندم أنا متشكرة جدا جدا بس أنا عملت كده عشان أنا والأطفال دول بقينا عيلة واحدة خلاص طبعا طبعا يا فندم اللي انت عملتي ده يستهل التكريم يا ميس نورة بكرا إن شاء الله هتحضري عشان نكرمك أنا متشكرة جدا جدا يا فندم ده أحلى خبر أنا سمعته فيه إيه يا ميس نورة؟ فيه كل خير يا منا يا أولاد كلكم بكرا إن شاء الله هنروح عشان عندنا تكريم إيه رأيكم بقى؟ وطبعا كلنا موجودين هنا عشان مجهودات ميس نورا في الملجأ بتاع الأطفال اليتامة اللي هي فتحته وكلنا بنقول لها متشكرين يا ميس نورا عشان الأطفال اللي انتوا شايفينهم قدامكم دولة كانوا أطفال مشردين في الشوارع وكانوا معرضين انهم يسرقوا ويعملوا كل حاجة وحشة ميس نورا بفضلها خلتهم قاعدين في مكان آمن وفرت لهم كل حاجة ومن حقها ان هي تاخد الجايزة دي تكريما على كل حاجة اتفضلي يا ميس نورا انا متشكرة جدا جدا يا استاذ فتحي على كل الكلام الحلو ده انا لما خدت الأطفال دولة خدتهم عشان نبقى كلنا عيلة وفعلا انا دلوقتي ما قدرش عيش من غيرهم ابدا عشان كده احنا لازم نكرمك يا ميس نورا دي يقال لحاجة نقدر نعملها لك اتفضلي الجايزة دي ليكي انتي يا متشكرة جدا جدا النهاردة احسن يوم في حياتي كلنا بنحبك يامس نورا وانا كمان بحبكوا جدا والجايزة دي دي بتاعتي انا وانت ومش ليها الوحدي هاي يالله في كل الفيديو من الهاردة عجبتكم من الأصحاب ولو عجبتكم روح عملوا لايك عملوا شراب كتير كتير ويالله فيس